دكتور زيد هذه الأعراف يجب أن تتغير لأن العرف هو صح في جميع دول العالم العرف أحد مصادر قانون ولكن الأعراف عندما تتعارض مع المصالح العامة يجب هذه الأعراف أن تتغير هذا العرف السائد يعني بأنه يجب يتم التوافق داخل البيت الشيعي على منصب رئيس الوزراء وشخصية رئيس الوزراء وداخل البيت الكردي على رئيس جمهورية وداخل البيت السني على منصب رئيس مجلس النواب هذا عرف ساعد بالعملية السياسية ولكن بدأ هذا العرف يضر ضرارا كبيرا بمضمون العملية الديمقراطية إذن أين نحن؟ ما هي فائدة الانتخابات؟ إذا ننتخب ونصوت وهناك جهة فائزة وجهة خاسرة ونحود إلى المربع الأول ونحاول أن نتفق على حلول وسطية هذه الحلول الوسطية لم تصل البلد إلى ما كان منتظر يعني من بعد سقوط النظام السابق وهذه الفترة البلد بهذه العملية السياسية العرجاء من صح التعبير لم يستطع أن يتقدم فيجب يعني وهذا التغيير في قانون الانتخابات كما أشرت هدف منه كان تغيير أو تصحيح مسار العملية السياسية فلهذا على الجميع أن يعي لخطورة الموقف أولا وأن يغلب المصلحة العامة ومصلحة البلد على المصالح الفؤوية والحزبية